أكيد لما لا الحلم مشروع تحياتي لك للحسن أبرامي والبوشعيب لنباركي بذكريات مونديال كأس العالم للأنديا والحسن أبرامي بذكريات كأس العالم بفرنسا أكيد أننا نحلم والحلم يكبر يوم بعد آخر وما يصنع نقطة مهمة جدا عادل بعد تحية والسلام لكم جميعا ما يصنع تفوق الفريق الوطني الذي يلعب ويشارك في كأس العالم في نسخة قطر 2022 والقناعة التي ترسخت لدينا أن الفريق الوطني الذي يمثل وطن بأكمله يجب أن يتوفر على لعبين ممكن أنهم يكونوا لعبين عاديين جدا لكن بروح الستنائية وهذا الذي يصنع نجاحات عدد كبير من المنتخبات تابعنا يونان أوتوري هاجل تابعنا عدد من المنتخبات التي لم يكن يرشح أي أحد لكنها وصلت لتحقيق مكتسبات كبيرة في عالم كرة القدم هذا الفريق الوطني أؤمن به شخصيا ونؤمن به جميعا وسنواصل هذا الحلم هنا في الدوحة عادل سوفيان إذن يوم كان يوم راح بالنسبة للمنتخب الوطن المغربي وربما الجمهور الآن بدأت تفكير أمر طبيعي بشكل كبير جدا حول الإقال موقع المنتخب الفرنسي الأسماء التي يمكنها أن تلتحق بكتيبة السود خاصة أنه عانينا بسبب الإصابة كذلك يزيد على ذلك الإرهاق مجموعة من الأمور التي تخوف الجمهور المغربي لكن دائما هناك أمل هناك تحدي هناك ربما التفكير بأن المنتخب المطاني بالرغم من هذه الإكرهات فهو نجح في تجاوز عقبة إسبانيا نجح في تجاوز عقبة المنتخب البرتغالي ولما كذلك ينضاف لهم المنتخب الفرنسي أكيد ربما الشيء المهم في تدبير بطولة مجمعة من قيمة كاس العالم وأن فترة الاسترجاع المخزون البدني ولكي يكون الفريق جائزا لتدبير المباراة التي تالي المباراة السابقة فترة قصيرة وبالتالي لما تكون إصابات كما تبعنا لرومان سيس والينيف أغارد والينوسير مزراوي ومعاناة حكيم زياش أيضا من الإصابة وعدد كبير من اللاعبين يكون الأمر صعبا لكن أعلم جيدا أن هناك كما قلنا جهود طبية تبدل من طرف التقم الطبير الفريق الوطني لتحضير أكبر عدد من اللاعبين ونتمنى أن يكون الكل جائز المباراة المقبلة لكن الفريق الوطني يتوفر على اللاعبين على أسماء بمقدورة أن تعود أي خصص كيفما كان نوعه أمام المنتخب الفرنسي نعم فرنسا بطلة العالم نعم منتخب فرنسا من أقوى الفرق على المستوى العالم يتوفر على لاعب ممكن اعتبره الأفضل على المستوى العالم أيضا وكيليا مبابي على مجموعة متوازنة لكن لدينا فريق وطني أعود لدي النقطة فريق وطني بروح استثنائية الأمر الذي يطمئننا جميعا كما أطحنا ببلجيكا وكما زمن إسبانيا والبرتغال ولم يكن يرشحنا أي أحد للقيام بذلك الفريق الوطني جائز لمواجهة المنتخب الفرنسي والإطاحة بفرنسا في طريق الانهائي الذي كنا نحلم به ولا واحد مننا عادل كان يتجرى فقط على قول أن أسود الأطلس بمقدورهم أن يلعبوا الدور ربع نهائي لكاس العالم فإذا بنا اليوم في دور نصف نهائي وأمام خطوة واحدة لكي نلعب نهائي أهم مصابقة كروية في العالم نهائي كاس العالم عادل في استدلوسيل وذلك والحلم الذي نتمنى أن نعيش جزءا منه هنا في دولة قطر سوفيا في هذا السياق يعني أنت كمغربي وبعثة القناة الرياضية جماهير المغربية الوفد المغربي كيف هو إحساسكم وأنتم نزلتم تواصلون هذه البطولة بتواجد المنتخب الوطن المغربي في الوقت التي غادرت يعني منتخبات كبرى وغادرت جماهير والمغرب اللي يزال يواصل في هذا الموضي عادي واحد المسألة مهمة مهمة جدا أنا ولدي مكلا نسعلي نسعلي ملم يحد يالي مثلوا أنا غان مشي وغادي نجي دبط على ثلاثة الفترة كاملة ولكن ولدي وولدنا كاملين سوف يفتخر واحد نار بالفريق الوطني بما تحقق اليوم في دولة قطر هذا يكون عندهم شيء جميل يفتخرون به ينضاف لمجهزات المغرب في مختلف المجالات لمحققه المغرب من مكتسبات أيضا على مداري عقود وعقود نعيش الحلم بأدق تفاصيل هنا في دولة قطر حلم جميل جدا يوم أمس اختلطت المشاعر شخصيا ورفق التقم قناة ريادية لم نقتنع أننا نتآنا لدور النصف إلا بعد مرور ثلاث ساعات أو أربع ساعات عن نهاية المباراة لأن الإطاحة بمنتخب برتغال وقبل إسبانيا والوصول لدور النصف النيائي لكاس العالم ولا أحد منها كان يرشح الفريق الوطني للوصول لهذا الدور التغطية متواصلة من هنا من الدوحة إلى غير آخر يوم من منافسات كاس العالم شيء رائع جدا متابعة أكيد أنها تتواصل ونحاول ونحيط بأدق تفاصيل منافسات كاس العالم في فقطر 2022 وبشهادة الجميع تغطية استثنية كذلك للشركة الوطني دعوة تلفزة مجددات كبيرة تبدل منكم كذلك بيعطة القناة ريديو كذلك كل بيعطة الشركة الوطني دعوة تلفزة زميلي صوفيانين أمكان كي يظهر مكان جميل جدا هذا الشارع ومكان يتواجد فيه ما يسمى هذا المكان ما يسمى هذا الشارع أين هي الجمائر المغربية شوف الجمائر المغربية عادل تمر أفرادا وجماعات من هذا الشارع هذا الشارع الذي يضم الفنادق التي تقيم بها أغلب المنتخبات المشاركة في كأس العالم في فقطر 2022 ومتنسيش عادل أنا الساعة تشير إلى الواحدة ليلا يعني الواحدة ليلا في دولة قطر والكل يخلد للنوم للإستعداد ليوم غد يوم قبل مباراة الدورة نصف نيائي الأولى بين الأرجنتين وكرواتيا هذا ما يبرر هذا الهدوء الذي يخيم على هذه المنطقة التي نتواجد بها في وسط العاصمة الدوحة على بعد ما يقارب الأربعمائة متر من فندق إقامة الفريق الوطني هذا هو المكان الذي نتواجد به هنا في الدوحة وهنا تتابع مجموعة من الصور لو كان ممكن زميل سوفيان للمنتخبات ولنجوم المنتخبات التي تزين سماء العاصمة القطرية الدوحة غادر المنتخب كوريا الجنوبية كما غادر نيمار وكما غادر مجموعة من النجوم البريزين في سماء كرة القدم العالمية ليظل منتخب أسود الأطلس حاضرا بتقله في منافسات كأس العالم هناك صورة للعميد رومان سيس تتواجد في مبنى يتواجد عند هذه المنطقة يسارا صورة عملاقة لرومان سيس والعالم المغربي يزين أغلب البنايات هنا في العاصمة القطرية الدوحة سوفيان نخلوك الفرصة يلا نمشو معاك في الريح لاحة المكان يتواجد فيه صورة غانم السيس مساعد بغي في الخدمة عادي شكرا سوفيان شكرا شكرا لك على هذه المداخلة جميلة جدا تحية لك ولكل تقام القناة الرياضية